أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة المصرية على زيادة الوعي بمخاطر المنشطات وإطلاق البرامج والدورات وورش العمل التي تدعم هذا المسار جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمسؤول الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بمناسبة عقد اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة والتي تستضيفها مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وللمرة الثانية في تاريخ القارة الإفريقية خلال الاجتماع أثنى مدبولي على عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات للمرة الأولى في مصر معربا عن تقديره لثقة الوكالة لاستضافة مصر لهذه الاجتماعات كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم بالكامل التزام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالقانون الدولي لمكافحة المنشطات مضيفا أن الحكومة تحرص على توفير كل متطلبات المعمل المصري لمكافحة المنشطات ترجمة نانسي قنقر